تعد حوادث المرور من أبرز الظواهر السلبية في المجتمع وتسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة وانطلاقا من المسئولية الوطنية التي تتحملها مديرية الأمن العام للحد من هذه الظاهرة واصلت المديرية تنفيذ حملاتها الأمنية المرورية لإحكام السيطرة المرورية على جميع مناطق المملكة تحقيقا للأهداف والخطط الاستراتيجية المرورية الشاملة التي وضعتها مديرية الأمن العام لحماية الأرواح والممتلكات وخاصة الحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية واصلت المديرية تنفيذ حملاتها الأمنية المرورية على جميع الطرقات الداخلية والخارجية في مختلف محافظات المملكة جاءت فكرة إطلاق هذه الحملة والتي جاءت بإعاز مباشر من عطوفة مدير الأمن العام بهدف رصد المخالفات والمسلكيات التي قد يقوم بها بعض مستخدمي الطريق مثل السرعة الزائدة والتشحيط واستخدام الهاتف النقال وبنهاية المطاف راح تكون هناك حصيلة لنتائجها وستعلن إن شاء الله أول بأول وعززت الإدارات المرورية ومديريات الشرطة من دورياتها الآلية والراجلة لضبط المخالفات الخطرة كالقيادة بصورة استعراضية ومتهورة والسرعات الزائدة وتغيير المسارب بشكل مفاجئ وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق خلال الحمل المرورية هاي راح يصير التركيز على المخالفات الخطرة اللي كانت هي أحد الأسباب الرئيسية اللي بتشكل في استنزاف الأرواح وأيضا استنزاف الأموال ومن اعتبرها إحنا من المخالفات التي يجب المحاسبة عليها وإحنا المواطن الأردن معروف عنه بثقافة واعي ومدرك لجميع المخالفات المرورية وخطورتها على مرتدي الطرق وأطلقت مديرية الأمن العام مؤخرا مبادرة الطريق الآمن والتي شملت العديد من البرامج والفعاليات والإجراءات التوعوية والرقابية بهدف نشر الثقافة المرورية للحد من ارتكاب المخالفات الخطرة المسببة لحوادث السير وتعزيز الوازع الداخلي لدى كل مواطن ومقيم على أرض المملكة بالالتزام بقواعد المرور وتعول مديرية الأمن العام على وعي المواطن بالالتزام بالسلوكيات الإيجابية أثناء القيادة مؤكدة في الوقت نفسه أنه لن يتم التهاون مع أي شخص من مرتكبي هذه المخالفات